سعيدين جداً بمشاركتنا في هذا المؤتمر المهم المؤتمر الثامن لمنظمة الدول المصدر البترول أوبيك هذا الكونفرنس يجمع ليس فقط الدول المنتجة ولكن يجمع كذلك أصدقانا وحلفانا من الدول أوبيك بلس المشاركة معانا ودول أخرى ويجمع كذلك الشركات العالمية المعنية بقطاع النفط والغاز يبحث في تكامل توريد كميات مناسبة من النفط والاستثمار في النفط لمرحلة الترانزيشن ومرحلة الانتقال وفي نفس الوقت يراعي الاستدامة ويراعي متطلبات تخفيض هانيوكسيد الكربون فهذا التوازن جداً جداً مهم طبعاً نحب كذلك نشيد ونشكر الدول التي قدمت خفض طوعي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وروسيا وكذلك الجزائر قدموا خفض طوعي ويضافي هذا يساعد في استقرار الأسواق ودائماً هناك النظرة الفعلية للسوق وحاجة السوق النظرة التي يراها المنتجين اللي هم يرون السوق الفعلية والطلب الفعلي على النفط وما يراه التجار والمضاربين في الأسواق فتضارب المعلومات وعدم وضوحها ساعات يسبب فلكتشويشن وتذبذب في السوق واجتماعات الدورية لمنظمة أوبيك ووبيك بلس تساهم دائماً في خفض هذه التذبذبات وتوازن الأسواق وهذا الجهد المشترك مع أن هذه الدول تنتج أقل من 40% من الإنتاج العالمي إلا أنها تساهم إسهام كبير جداً في توازن السوق ونشيد بدور اللي تقوم فيه الأمانة في الأوبيك وكذلك زملانا مثل ما قلنا في دول الأوبيك ونحن فيه إجتماعات إن شاء الله دائماً مستمرة ونراقب الأسواق عن كثب نستمع بشكل دوري ونراقب الأسواق ونرى المتغيرات على أرض الواقع أعتقد أن الخفض الطوعي الإضافي الذي تم الإعلان عنه من مجموعة من الدول أتى في وقته وكما تحدث سمو الأمير في المقابلة نحن أدرى بهذا السوق من المضاربين ومن التجار ونحاول أن نعكس الصورة الواقعية للطلب وتوازن الطلب مع العرض عن طريق أرقام نراحة ونحن نستخدم مصادر مستقلة كذلك فهذا يعطي أكثر اتزان ومصداقية لكل الأرقام التي نقدمها في أوبيك طبعاً دولة الإمارات من المصدرين الكبار في منظمة أوبيك وكذلك من المصدرين الكبار في تحالف أوبيك بلس جهود دولة الإمارات ودعمها دائماً للخفض والخفض الطوعي والاجتماع السابق أعلننا فيه عن خفض طوعي يستمر لكل عام 2024 هذه كلها عوامل تدل على دعم وخطوات تدل على دعم دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات لجهود هذه المنظمة لأن هذا الجهد جهد نبيل جهد يخدم ثمانية مليار شخص يعتمدون على النفط والغاز والنفط والغاز ليس فقط وقود إنه كذلك مواد بترو كيموية نستخدمها في حياتنا اليومية يعتمد عليها القطاع الصحي وتعتمد عليها كل القطاعات فدولة الإمارات نؤمنة بأهمية هذا التحالف والجهود التي يقوم فيها في موازنة الأسواق نبارك لقيادتنا في دولة الإمارات إطلاق النسخة المحدثة من استراتيجية الطاقة وكذلك إطلاق استراتيجية متكاملة للهايدروجين وكذلك استراتيجية تعنى بتحفيز السيارات الكهربائية الثلاث استراتيجيات التي تم إعلانها من قبل ونوافق عليها من قبل مجلس الوزراء تصب في جهود دولة الإمارات كمستضيف لكوب 28 وأمانة فيها مساهمة واقعية ونوعية في خفض ثاني أكسيلي الكربون دولة الإمارات راح إن شاء الله يكون دور الطاقات النظيفة سواء كانت الطاقة الشمسية أو الطاقة النووية مساهمتها راح يكون 32% من خليطة من الطاقة المنتجة في دولة الإمارات في فلول العام 2030 ويرتفع هذا الرقم إن شاء الله إلى 38% بفلول العام 2035 وإن شاء الله بنستمر في تحديث هذه الاستراتيجية وصولا إلى الحياد المناخي في عام 2050 وراح توفر ما يقارب 200 مليار درهم للمستثمرين تعرض كمشاريع مستقبلية في الثمان سنوات سنوات القادمة وفيها وفورات مقارنة بالاستراتيجية السابقة بما يعادل أكثر من 100 مليار درهم وفورات لأن الطاقات النظيفة والجديدة رخص صعرها مقارنة عند طلاق الاستراتيجية في 2017 كذلك استغنينا تماما عن الفحم النظيف في الاستراتيجية الجديدة فهذه كلها التزامات من دولة الامارات في مجال الطاقة في مجال الهايدروجين عندنا نية لدفول سوق الهايدروجين ليس فقط كمستعلك محلي للهايدروجين ولكن كمصدر كذلك الهايدروجين نستعدف الوصول إلى 1.4 مليون طن بحلول العام 2030 عن طريق إنشاء واحدين متخصصة لإنتاج الطاقة الشمسية وتسخيرها لإنتاج الهايدروجين وراح يرتفع هذا الرقم بحلول العام 2050 إلى إن شاء الله 15 مليون طن وعن طريق خمس واحد نركز على المراكز البحثية وتحفيز الـ R&D في هذا المجال وإن شاء الله تخرج ابتكارات مستقبلية في هذا المجال من دولة الامارات وتساهم دولة الامارات في خفض كذلك كلفة الهايدروجين الأخضر عن طريق هذه المشاريع الكبيرة ترجمة نانسي قنقر